أكد وزير المالية سالم بن بريك أهمية وظهورة العمل خلال مرحلة القادمة على إعادة بناء المؤسسات المالية للدولة وتحصيل الموارد وفقاً لاستراتيجية ذات أهداف واضحة للمساهمة في تعافي ونهوض الاقتصاد الوطني وفقاً لخطة الحكومة في الجانب الاقتصادي وزيادة الموارد أشدد الوزير بن بريك خلال ترأسي في العاصمة المؤقتة عدان اليوم اجتماعاً موسعاً ضم الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء عموم الإدارات بالوزارة على همية التركيز على تعزيز الشراكة القائمة مع شراكاء الحكومة والمانحين من الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي لضمان نجاح خطط ومساعي انتشال البلاد من الأوضاع الراهنة في مختلف مجالات وقطاعة الحياة والعمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصرهاد رئيس الجمهورية التي شدد فيها على ضرورة العمل بمسؤولية وطنية كاملة وقال إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك خلق لدى الحكومة تحدياً كبيراً ولن يثنيها عن مواصلة جهودها وأدائها لمهامها ومسؤولياتها وفقاً للبرامج والخطط الشاملة في شتى جوانب الحياة وبمقدمتها الجانب المالي والاقتصادي والخدمي وأكد وزير المالي على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والتقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين السارية والنافذة في العام الجديد 2021 لمواجهة الصعوبات والتحديات من أجل ضمان التجاوزها والتغلب عليها والإسهام في تحسين العملة الوطنية وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على الحياة المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفقاً للإمكانيات المتاحة وأشهد بجهود كافة منتسبي وموظفي وعمال وزارة المالية خلال المرحلة الماضية والذين عملوا في ظل ظروف بالغة الصعوبة وواجهوا تحديات جمى في الجوانب الاقتصادية والمالية ومع ذلك حشدوا كافة طاقاتهم وسخروا إمكانياتهم وستطاعوا التغلب عليها اشتركوا في القناة